السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور امر راح اقوم معكم في هذا الموديول ان شاء الله اشرحكم فيه الاناتومي طبعا هات بداية الفصل جديد وبداية الموديولات كلها احنا بدا في ال MSS المسكولو سكيليتل سيستم اللي هو السيستم اللي بيحكي عن العظام العمود الفقري اللي ضي جمجمة باقي عظام الجسم والعضلات المتصلة وكلها احنا عنا اشي ضخم هذا الفصل لانه عضلاته كثير اعظام كثير ترابطه ببعض شوي فيه تفاصيل ومهم جدا الواحد يعرفه ونساء الله انه اكون معكم هذا الفصل واقدر ابسطلكم اللي اعناتهم على قدر الامكان عشان يكون سلس وتفهموه بسهولة وما يكون فيه اي صعبة في حفظه او معرفة الاسماء تاته ان شاء الله فبسم الله الرحمن الرحيم نبلش نحكي اول اشي عن السكل السكل تتكون اهم اشي من كم عدد البونز اللي فيها 22 عظمة اذا السكل هاي معلومة الاولى المهمة انه بتتكونها 22 عظمة طب 22 عظمة ذو كيف مقسمين هلا رح نحكي عنه 22 عظمة المهمة انه نعرف فيها انه ال 21 عظمة منها ما بتتحرك ثابته وعظمة واحدة بتتحرك موفابل اللي هي الفك اذا هاي نقطة مهمة انه احنا بس عنا في الجمجمة كاملة في الراس احنا بنحكي الجمجمة اللي هي بتتكون من الفك لفوق تمام عنا مس عظمة واحدة بتتحرك اللي هي الماندبل اللي هي الفك اللي انا بقدر افتحه واسكره عشان امضه الطعام عشان احكي عشان اتنفس عشان اعمل حركاتي كثير فيه بينما بقى الاعظام اللي موجودة فيه عندي انا متحرك ما بقدر احركه نحكي عن الدان الدان هي غضاريف مش عظام عشان هيك ممكن احركه الانف هل الانف وظروف ام عظم عشان بقدر احركه الانف عبارة عن الثلثين الاماميات اللي هو غضاريف والثلثة الخلفي هو عظم فانا الجزء اللي بقدر احركه او اللي بقدر احركه اتحكم فيه في الانف يعني فيه نفس اقدر اغلبنا وكلنا حتى بنقدر نفتح شوي هيك الفتحات الانف ونسكرها ونحركه يمين وشمال هذا لا يعني انه هو موبابل لانه هو هذا الجزء اللي بنحركه احنا غضاريف مش عظام فانا هنا بحكي عندي عظام تحديدا انه عندي واحد وعشرين عظمه كلهم لا يتحركوا مع اعدى عظمه اللي هم اتنين وعشرين عظمه عفوا كلهم لا يتحركوا مع اعدى واحدة بتتحرك لهي المنزل تمام طب الواحد وعشرين عظمه اللي ما بتحركوا هدول اوكي بترابطوا مع بعض عن طريق ايش نوع الازم بين كل عظم وعظم يكون فيه جوينت تمام شو نوع الجوينت اللي بين هذا العظم العظم من هذا بينه فايبرس جوينت مش سينوبيل يعني السينوبيل زي في المفصل الركبة انا عشان اقدر احرك الركبة وعلى الاستنشن وفليكشن لازم يكون فيه سينوبيل يكون فيه اما نوع البون او نوع المفصل اللي موجود بين التوبون فايبرس فايبرس يعني فايبرس تشو يعني ايش يصل بيك مش هيقدر فيه مش هيكون فيه ومش هيخليلي فيه حركة بينهم ومش لازم يكون فيه حركة في بوز السكول انو ما فيه اي داعي انو السكول عبارة عن صندوق مسكر فيه كتير حساسة جدا ما لازم يفتح ما لازم يتحركوا العظمات اللي فيه عشان يكون هذا ممتاز لل داخل السكول طيب حالا احنا حكينا فيه انا 22 عظمه كيف مقسمين؟ عنا 8 بيرد بونز شو يعني 8 بيرد بونز؟ يعني عنا 8 ازواج من العظة 8 ازواج اذا عندي عظم يمين ففي عظم شمال هاذه الفكرة 8 ازواج كم عددهم يعني؟ يعني 8 فالنواب الاثنين 16 16 بون 16 بون طيب بضل عنا عشان نوصل لرقم 21 من غير الماندب احكي هدول اللي بتحركوش انا بحكي هلا على الاموفة بالباتس ما بحكيش عن الماندب الماندب ننسيبه القصة تاني هاد طيب هلا موجودين عندي 21 عندي 16 واحدة ما بتحكي بيرد ازواج اذا في واحدة في ملهتين تانين كل واحدة في ملهتين تانين واحدة من واحدة شمال او واحد قدام واحدة بره وهكذا وعندي خمزة باندي اوكي طيب ايش هما باندي ونحكي عنهم هلا نشوف عليهم الصورة اول ايش اينا الباريتال باندي 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 يعني دمعي عند القنوات الدمعية سبعة نيزل بون ثمانية انفيرور كونكا اللي هي داخل تجويف الأنف وعندنا خمسة سينجل بونز اللي هي لحالة مافيش مع اشي عنا او اشي الفرونتل تاني اشي الاكسيبيتل تلات اشي الاسفينويد ربع اشي الاثمويد وخمس اشي الفومر الفومر اللي هو جزء أو عظم بتفصل الجزء الأيمن من الأيصر داخل الأنف تمام هلا رح نشوف صورة طب هاي الصورة امامنا رح نشوف عليها اسماء البونز اللي حكينا عنها هاللقم اللي حكينا عن البرايتل بون وهي هاي العظمة اللي هي كلها بالون الأخضر زي ما شايفين هنا جاي البوردرز بين الاعظام الريجولر تمام كأني برسم خريطة حرفيا لا اي دول دول مقاعدة جنباعدة على العالم كلهم بينهم البوردرز غير يعني مش مش مستقيمة كل هاي الريجولاريتيز كلها هاي العظمة كلها اسماء البرايتل بونز هاي اول عظمة عنا بال الاعظام خلنا نحكي عنهم البيرد اوكي ايش عنا كمان اعظام بيرد عنا خلنا نيجي هون عنا النازل بونز حكينا عنها اوكي هاي نازل بون عندي هون هيك هاي جزئين تتكون اوكي ايش عندي كمان بونز عندي اللا كريم البون شايفين لكريم البون يعني بده تطلع بهذا الشكل اوكي لجوع جايه بهاي المنطقة عند القنوات الدمعية هون أصلاً موجودة عن القنوات الدمعية اللي بيطلع منها بانفرز منها دمون. اوكي. ايش عنا في معنى? عنا التيمبورال بون. تيمبورال بون هاي هي. خينا نجي تشوفه هون. هاي هي التيمبورال بون. جاي شايفين هاي هي كله? هاي كلها التيمبورال بون. اوكي. اذا هاي في منها يمين وشمال. عنا الزايقوماتيك بون. الزايقوماتيك بون هي هاي. هاي هي. شايفين? هاي كلها داخل جوب ومحجر بعين من داخل وداخل طالة على بره كمان. عنا واحدة على يمين وواحدة على الشمال هون. وهي تكملتها من الجنب. متصلة مع مين? متصلة مع التيمبورال بون. اوكي. الها تواصل مع التيمبورال بون. طيب. عنا الماكزلار. الماكزلاريه اللي هو هاي الوجه اللي جاي من جنب الانف لحد الفك العلوي. هاي كلها ماكزلاري. وهاي عبارة عن قسمين برضو. يمين وفشمال. عنا البلاتايين. البلاتايين بتيجي من جوا كان ي interpreted طالع عليها من تحت من هون. اللي بتعملي سقف الحلقة. البلاتايين سقف الحلقة. وهكينا عنا اللاكريمل. وهكينا عالنorr و ماتrowsل teníanفيريور كونكا. n šijk كنتى ي Brothers to come between the inferior кунca. أفوث عن عن d 타 engineering. في الانف وهاي فرجال جدا ضعيفة وبتطلالي عليها الكونكاز البعدين اللي بعدين راح يفهم شو معناها وشو تفيدنا وانها بتزيد السيرفيس اريا وغيرو وغيرو طيب هذو كلهم نحكينا عنهم هدول البيرت بونز يعني اللي في كل واحدة في مرتينتين نيجي نحكي شوية عن السنجل بونز السنجل بونز يعي في منها واحدة بس اول اشي عندي الفرونتل بون هاي الفرونتل بون هاي هي هاي الفرونتل بون هاي كاملة هلا راح نرسمها هاي اللي هي من اعلى العنين اللي هي عظمة لجبين زي راح نحكي عنها طيب حكينا عنها الفرونتل بون حكينا عنها الفرونتل بون هاي بشكلولي اعلى الرأس او مقدمة الرأس او خلبه ويمينه وشماله تمام بعدها عندي الاوكسبتل الاوكسبتل اللي هي هون في المؤخرة الرأس هاي هي الاوكسبتل اوكي اللي هي في مؤخرة الرأس عندي كمان السفينويد بون السفينويد بون هاي هي سينجل بون مش اكتر من بون وعننا كمان الاثمويد بون والفومر الاثمويد بون راح نجيبها بطريقة اوضحة بالثريدي اناتومي يعني بيضر الفومر الفومر اللي هو هاي المنطقة اللي هي اللي بتوصل للجزء الايمن بالايسرم الانذ راح نشوفها برضو اوضحة ان شاء الله على ثريدي اناتومي طيب الان احنا عنا كل مجموعة بونز حسب عن من بطلع عليهم بطلع عليهم من فوق من تحت من اليمين من الشمال سميناهم بتسمين فعنا نورمة اسم ثابت verticalis لانها الناحي اللي بطلع عليهم هنا هلا هي نورمة verticalis مجموعة بونز اعنا كاني بطلع على الرأس او واحد كاني قاعد تحتي وانا بطلع عليهم من فوق كيف لما تروح بالزبط كاني واحد قاعد على كرس الحلاء وانا بطلع عليهم من فوق انا شايف السطح الاعلى من رأسه فهاي هي اسمها النورمة verticalis يعني كاني بطلع بالزبط على الجزء العلوي من الرأس طيب النورمة verticalis متكون من مجموعة بونز وهلا كنا نحكي عنهم عنا واحدة او واحدة يعني تنتين مع بعض البرائتل البرائتل خلينا نحكي عنه البرائتل بونز هاي هم هاي عنا واحدة شمال واحدة يمين عنا البرونتل بونز اللي هي الجبين تقريبا هاي العظمة وعنا الوكسيبيتل بونز الوكسيبيتل بونز اللي هي في مؤخرة الرأس من الاخر طيب هدول البونز عشان يرتبتوا بعض لازم يرتبتوا بعض زي ما حكين فيه الرابط ما بينهم هو وشايفين انتو هون كيف مرتبطين ببعض بتعرجات مش بخط مستقيم شايفين خط متعرج مش مستقيم ليش الحكي وهون نفس الاشي وورا نفس الاشي لانه لو ارتبطوا ببعض الخط مستقيم رح يكون الرابط ما بينهم الضعيف بس انا هون رابط بينهم بتعرجات داخلي في بعض فعملت لي ترابط امتن واقوى فهاي هي الفائدة من انه السوتشر جاية مش بخط مستقيم جاية متعرجة اوكي وهذا الخط اللي واصل ما بين البونز اسمه سوتشر خلينا نحكي عن نقطة السوتشر اذا السوتشر هي الخط الفاصل ما بين البونز هذا هو المتعرج الفاصل ما بين كل بون و بون هذا اسمه سوتشر طيب السوتشر في منها انواع السجتل عشان نكون نفهمين ونحاول انه ما ننساش الموضوع عندنا سجتل وعندنا كورونال السجتل اوكي بهذا الشكل خلينا نعتبره هاي السحل متع السجتل الكورونال حرف سي صح؟ انا بدي اعتبره كأنه طوال بنلبسوا البنات كيف الطوال بنلبسوا البنات بنلبسوا من هاي الناحية لهاي الناحية فاذا انا بدي اطلع على الموضوع بدي اخد كت سيكشن بهذا الشكل هذا اسمه كورونال اذا بدي اخد سجتل هاي زي كأنه حرف اسم طاول فاني انا بأسمي البنات بنص من هاد المنطقة هذا اسمه سجتل ولما ألبس البنات الطوع واططلع اسم الدماغ والسقل من النص بهذا الشكل على طول حرف الطوع او طول حرف سي تاع الكورونال هادا معناه كورونال سكشن اوكي طيب فاذا عنا احنا اسماء السوتشورز حسب هي سجتل او كورونال طيب عنا اول سوتشور هون اللي باصلة بين الفرونت البون والتوباريت البونز هون ايش اسمها انها جاي بهذا العرض الشكل بشكل عرضي هذا اسمتها كورونال سوتشور كل بساطة اوكي تمام عنا بعدين العظمة اللي واصلة ما بينه توباريت البونز او سوتشور سوري الواصلة ما بين توباريت البونز وسمتها عشانها جاي بشكل طولي عشانها جاي مقطع السجتل سجتل سوتشور بسيطة طيب نيجي هون عنا سوتشورين اه تانين عنا اللامبويد سوتشور اللامبويد سوتشور وين اللامبويد سوتشور هاد هو ليش سمعته اللامبويد هاد مجاي كورونال هاد جاي جهزة شكل مثلث اوكي مش لهو مش كورونال هاد ايش وصله وصله البرايت البونز بالاكسيبيت البونز فوصل اسمه طيب وهاي المنطقة اسمه اللامتة اللي هي ايش اللي مسكره هون زي مثلث ابتقاء طرف الاكسيبيتل مع التوبرايتل ومهم نعرف اللامبويد ونحط عنده صحين ونفس الاشي عنا هون قدان عنا هاي المنطقة الالتقاء ما بين الفرونتل زي عامل زي نقط الالتقاء هاي هون ما بين الفرونتل والتوبرايتل اسمها البريغما اوكي طيب السوتشور برايتل ايش مهمه برايتل مهمه عشان الايثاري فورامن هاي هاي الايثاري فوروامن هون عنا واحدة يمين واحدة شمال Okay ايش ال conservation بوصل البلط اللي ماده داخل ال eskull بخارج ال eskull يعطو عن vanah اللي بنضع من منطقة اللي موجودة في ال Barrels هذا vanah بنقول يداspace من داخل eskull لخارجه عشان butter Aineaary end هي اعلى و أعلى نقطة بالسكال يعني عندما نحط إيدي على راسي أعلى نقطة في السكال ايه اسمها البرتكس طيب ليش هكيين هنا حكيين قبل شوي هلا عن البرغما حكيين زي ما هم شايفين هي نقطة التقاء الفرونتال مع الطرائت البونز و نقطة واللامدة اللي هي عند اللامبويت سويتشار ورا نقطة التقاء بالكسيويتل بونز هلا راح نشوف ليش مهمة مهمة عشان الولد الصغير وهو صغير أول ما ينولد بيكونوا خايفين على حمله على راسه ما يضغطوش راسه ما يلبسوهش إشي ديئة على راسه ما حدش حط إيده على راسه من فوق ليه؟ لأنه سويتشار لسه ما بتكونش لاحمة ما بتكونش واصلة مع بعض فبكون أنا عندي هون في الأمام في فتحة ممكن أضغط عليها لو ضغطت عليها أو سحطت إشي عليها ممكن تأذيلي دماغ وورا نفس الإشي محل اللامدة ومحل بريقما تمام هاي الدمنية اسمها الانتيريور فونتانيل الانتيريور فونتانيل أوكي والخلفية اسمها البوستيريور فونتانيل إذا ما دمها هي انتيريور ثم تكون اسمه شو بوستيريور هذول التنتين أم تبسكروا أم تبسكروا أم تبسكروا زي ما شايفين هون كمان السويتشار لسه كانت مساراتش متعرجة لساتها بخط مستقيم لأن السويتشار مش لاحمة لسه كمان هاي المنطقة إمنانس يعني نتوء بوروز تقريبا فهاي المنطقة بيكون المنطقة اللي بيكون ناتئ منها أو بارز منها بارزة أكثر إش من برايتل بون في هاي المنطقة هاي المنطقة اوكي الميتوبيك سويتشار هاي يعني عشان ما نكون رضايا عنها إشي موجودة بس في 9% من الأشخاص موجودة في الأمام هون عند فرونت البون مش في كل الأشخاص بس في 9% من الأشخاص اوكي كم عرض الفراغ هذا كم عرضه عرضه مقدار ثلاث أصابع وسبع وسبعين ثلاث عرضهم هو عرض فتحة الانتيرر فونتانيل اوكي فانا عنده الامتى بتسكر الانتيرر فونتانيل وبتلحم وبتصير زي الصورة اللي شفناها في الأول عند سنة 18 شهر يعني السنة ونص لحد السنة ونص بتكونش لاحلة بتكونش لسة مسكرا في 100% كل ستة شهور بتسكر بمقدار أصبع فإحنا هنا ثلاث أصابع فعشان هيك ستة وستة وستة فأنا كل ثلاث أصابع 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 طيب الانتيرر فونتانيل اللي هي عند اللام بويت سوت شهر عند اللام بدا المنطقة اللي حكينا عنها بتسكر على أي شهر على ستة شهور يعني عرض أصابع كل ثلاث أصابع هنا ملخصة الكلام اللي حكينا ولينا نحكيه ونقرأه سريعا إيش هي الفيرتكس أو النورما فيرتكاليس عفواً النورما فيرتكاليس هي الأصابع أصابع نفس المعنى طيب بتكون من أربعة بونز اللي حكينا عنهم الأنتيريور عندنا الفرونتال بونز اللي هي عند الجبين وتمتد له وراء على الجنبين عندنا حكينا توباريتال بونز اللي حكينا عنهم بيرت وراء أخر إشي أكسبتال بونز طيب شوه حكينا السوت شرز السوت شرز اس سي ال كأنني بحكي كلمة سكال هدو الأول تالتة حروف السجتل حكينا أنا بطلع في مقتل السجتل هيك هاي الاس الكورونا الكأني ملبس من الطوع سي مع كوفي هيك بهذا الشكل فأنا بطلع البني عادم هو باخد منه كت سكشن بهذا الشكل واللمبويد اللي جاي وراه جاي بهذا الشكل زي الشكل كأنه مثلث طيب السجتل حكينا ما وين موجود في الميديان مش في الميديال هاي مهمة نقطة مهمة جدا في الميديان ان مش ال بين بتوين التوباريتال بونز الكورونا الوين موجود بتوين الفرونتال عن توباريتال بونز يعني جاي بالعرض اللمبويد يتوين اوكسيبتال بونز طيب شو فيه السبشال فيتشارز اللي حكينا عنهم قبل شوي حكينا عن البريغما واللمدا البريغما الميتنج بين السجتل عن كورونا السويتشارز هاي المنطقة اسملة بريغما الميتنج بين السجتل الميتنج بين السجتل وهي النقطة اللي وراء عند البوستيرر فونتال اللي هي على الوقت اللي وراء اسمها السجتل فونتال وبتسكر على الستي شهر الفيرتكس تقريبا اعلى منطقة في السجتل يعني تقريبا اعلى منطقة في السجتل هي نص السجتل تمام أكثر منطقة بارزة من السجتل سجتل هاي بتكون يقمر أكثر منطقة بارزة من السجتل سمجدها واحدة قريبا اعلى من الحياة سمجدها واحدة واحدة شعورة على كل جهة من السجتل فيها هاي مثلت تصميم الطبق توصيل فينص فينس الاسكال föو هذا نقطة مهمة جدا جدا就可以 توصل لماه الخارج داخلajo وقال علي مملكة صورة حينتران من ق Leyه كيفية داخل العنوية جنم المنصات وخارج loops خارج الاسكالب وهنات عليهم نحكي عن نورما صمع تبعال إذا تفائعنا بالماء حسب انا Jade الحول assessment محدد أوكي هيا أسمع نورمة هاذ هي عشية ثابت فرونتاليس، فيرتيكاليس، أكسيبتاليس حسب أنه ما أتطلع إذن الصورة اللي فاتت أنا كنت أتطلع كإني قاعدة أتطلع على واحد من فوق طيب النورمة فرونتاليس من اسمها فرونت يعني أنا بدي أتطلع على واحد من الأمام هاي الصورة اللي بتطلع معنا من الأمام في إشي نعلق على كم إشي هون أوكي كم فتحة عندنا في هذه الصورة عندنا فتحة العين اليمين واليسار فتحيتين أنف يمين ويسار وفتحة الفم هنا لدينا خمس فتحات طيب نبدأ هون نحكي عن الـ Structures الموجودة لدينا ونشوف ونحكي عن كل واحد مننا طيب لما إحنا نبدأ من فوق لدينا إشي اسمه Frontal Eminence لماذا Frontal Eminence؟ هي حكينا Eminence نتوء بروسك مش كان لدينا Parietal Eminence وشو تفقنا الـ Parietal Eminence؟ هو أكثر منطقة بارزة من Parietal 1 هذا نفس الإشي الـ Frontal Eminence هي أكثر مكان بارز في الـ Frontal Bone يعني صباحي لما أنا حط إيدي على صباحي أكثر منطقة بلاقيها بارزة أو طالعة اسمها الـ Frontal Eminence ننزلها تحت شوية لدينا إشي اسمه السوبر سيلياري أورتش إيش السوبر سيلياري أورتش؟ هذا هو هذا المكان لهو إحنا عندنا جايين فوق الجبين أو فوق عند الحاجب تقريبا تقريبا عند بداية الحاجب ميديالي خلينا نحكي ميديالي هذا اسمه سوبر سيلياري أورتش شو سوبر سيلياري أورتش بفيدنا تشريحيا خلينا نحكي هلأ شوي هاد الشغلات خلينا نحكي عنها إنه راح تفيدنا في الطب الشرعي أكثر ليه؟ لأن السوبر سيلياري أورتش هاد اللي إحنا نحكي نعنه هون بارز أكثر في الميل أكثر من الفيميل فإذن لو في يوم من أيام لقوا إعظام بني آدم متحلل جسمه بس لقوا الإعظام منه بودوا له طبيب الشرعي طبيب الشرعي دي يحدد هذا الذكر ولا أنثى؟ لو كان عنده سكول بتطلع على السوبر سيلياري أورتش فلازم يكون بارز وفيه ضخم أكثر من الفيميل إيش برضه في الستركشورز الموجودة بفيه في الطب الشرعي وهو أضخم في الميل من الفيميل الزيجوماتيك أورتش الزيجوماتيك أورتش اللي هو حكينا عنه هاد عند الزيجوماتيك مون الزيجوماتيك أورتش إذا هاد برضه عنده يعني بفيه نافة طب الشرعي عشانه أضخم في الميل من الفيميل طب نيجي نحكي عن بقى الشغلات فيه هون استركشوري مهمين هو السوبرا أوربتال فورامن والسوبرا أوربتال نوتش نوتش لما يكون دائرة مفتوحة يعني نتوء نوتش يعني نتوء أو دائرة مفتوحة مش مكملة فورامن لما تكون دائرة كاملة طيب هذا كيف بدنا ننميزه؟ أي واحد يمشي على فوق حاجبه تقريبا على طول يحط إيده ويمشي أصباه لو لأ في نوتش أوكي يحس في مرات ما يحس أنا عندي مثلا في نوتش على الجهة الشمال هاي النوتش موجود عندنا عن الجهة الثانية ممكن ألاقي فورامن غالبا يعني عند الجهة الثانية موجود الفورامن إذا أنا ما حسيت إنه في نوتش أو نتوء داخل لجوه بأصبعي معناته هاي فورامن الفورامن مش هحسها إنها مسكرة بس النوتش لأنه نتوء هحسه بأصبعي فحس في كويس طيب عنا جزء هون اسمه النيزون بهالي منطقة مش مهمة كتير عنا هون النيزل سيبتم اللي كل الدنيا عندها إعوجاج في هذا هو خير نمسح هون عشان نوضح أكتر هذا النيزل سيبتم شايفينه؟ هذا اللي بيفصل لي الفتح اليمين على الفتح الشمال في الأنف عشان ما يكونوش فتحين على بعض اآه عنا هون الانتيريور نيزل اوبنين اوبرشور اللي هي فتحة الأنف اللي عنا الطبيعية اليمين والشمال عنا هون انفيرن نيزل كونكا اللي حكينا عنها اللي هي زي رف هون جاي خلدي نحكي مع هذا اللون هي رف زي الرف جاي هون وهذا السبتم هون الابيرتشر اليمين وشمال وحكينا هدا супرا سيلياري اوض شون بايع انه اختنا فورامن و هون وهو مش مش مسكرة و عندنا هون عضمة المكزله اه الماندبل تمام نحكي هون advantage كمان 현재 فيفرمنز كما ان دان россاجي و كل HAM زايقو ماتيكو فايشيل فورامن زايقو ماتيكو لايش لانها بتفتح في الزايقو ماتيك بون فايشيل لانها بتفتح على الوجه على الفيس فورامن لانها فتحة اوكي عنا infrared foramen هايها موجودة 10 ما حكينا مدام فيه سوبرا أوربيتال فورامل خينتفق من الفصل الماضي لما كن نحكي مدام فيه سوبيرير لازم يكون فيه ستركشور انفيرير التسمية تيجي لما يكون فيه المتضادين موجودين مع بعض انتيرير ولازم يكون فيه سوبيرير ميديل والاترال سوبيرير وانفيرير يعني دائما في 99% خيني نحكي من الاشياء راح تلاقوه انه اي شيء سوبيرير لازم يكون له انفيرير طيب فإحنا هون حكينا في الإنفرا أوربتال فورامن الإنفرا أوربتال فورامن هاين زي ما إحنا شايفين أكبر من السوبرا أوربتال فورامن طبعا كل واحدة بتدخل معينة لهدف معين لأشياء معينة بعدين هادا رح نوصل و نحكي عنه لو بنوصل لجزء النيرز والأردريز والبينز والشغلات إحنا هلا بنحكي كبون بنحكي عن فتحات البون نفسه عشان بعدين نعرف إيش كل إش بدخل منها تمام عمنا هون الكنن الكنن أيو والإنسيزر طب إيش الإنسيزر؟ إنسيزر خلينا نحكي سيزر السيزر شو بيعمل بيقطع إذا إنسيزر هو الأسنان القاطعة اللي بتقطع ليه اللي في المقدمة دي أنا بقطع فيها الأكل أو الخبزة أو أي إن كان والكنن هو الناب الكنن هو الناب هاد الأشياء مش مهمة إنها هاي لأسنان أكتر يعني فمعرفتي فيها أو لا معرفتي فيها يعني باب العلم بالشياء فبطلقنا هون الاميننس هايو هاي المنطقة الفصة فصة زي ما إحنا اتفقنا هاي زي حفرة أوكي فهي اللي ما بين السن والسن في هون زي حفرة أو زي جوف هاي الكنن فصة وعننا الانسيزر فصة اللي هي عند القاطع قدام إذن إحنا عنا دايما في كانن فصة وانسيزر فصة حسب حسب السن نفسه إيش اسمه أوكي عنا إيش اسمه الفيل الافيلر ارش اللي هو سوبرير و انفيرير الارش لأنه قوس هاده هو الافيلر ارش عنا بحط أصبع بمده بس أنا بطلع فيه من تحت كأنه فاتح تمي وبمشي وراء سناني بأصبعي وراء السنان تعتي هاده اسمه الافيلر ارش السوبرير الافيلر ارش وين الروت أو جذر أو أساس النوز هايه هاي المنطقة بين السوبرير ارش هادول هاي واحد واثنين هاي اسمه المنطقة الكلبلة الكلبلة هاي راح تفيدنا بعدين لما نصير هاي الوربت وهي حكينا انفيرو أربتال فورمين اقلوز الانفير هاي محجر العين انفيرير هاي انفيرير وهي الاترال يعني في هاي المنطقة انفيرولاترال هو جاي هون تقريبا انفيرولاترال لمحجر العين تمام؟ طيب يحكي هون الكلام السريع اللي حكينا عنه هلا قبل شوي وشرحناه السريع نجي نجمعه في كلام مكتوب عشان يسهل عينه الفرونتال اميننسس احكينا الموست بروميننت ارياز على ايضر ساعدة فورهيد يعني هي النتوء أو أكتر جهة بارزة من أعضام وجنتي أو الصباح الجبيني الليبنية هذان السوبر سيلياري اورشز الي هي اعضاء ارج اعضاء ارج اعضاء مرتفاء مقوس اعضاء ارت الرجز يعني حكينا المدى الرجز يعني احنا حكينا عن طرف الحاجب يعني بدايه الحاجب ملميديالي هاي هيا المنطقة السوبر سيلياري اورش وحكينا انها موري برومين في الميلز وهي إله فائدة طب شرعي تمام عنا السوبراوربيتال نوتش أو فورامن ترانبينس سوبراوربيتال نيرف انبسل غالباً حتلاو اسماء الفتحات نفس اسماء الستركشور يعني سوبراوربيتال فورامن فسوبراوربيتال نيرف انفراوربيتال فورامن غالباً فتلاقي فانفراوربيتال نيرف وهكذا فالنيرف والفيسلس اللي هو الارتريكولفين الكلابيلة الكلابيلة ميديان إليفاشن بين سوبراسيليري اجتباً في روتجانوس درجاء نشوفها هون الله في واحد من النيرف اللي باستخدمه عشان اشخص في تشخيص مريض باركنسون انا لازم هاي المنطقة لو احنا ضلينا نخبط عليها مش لانه طبعاً لازم واحد يخبط لواحد ثاني لو انا مسكت بقصبة الكلابيلر كلابيلة اخبط على هاي المنطقة كل خبطة لازم تعمل تسكيرت عين انه واحد بخمط عين وبيرمش كل واحد مرة لازم اضلوا يرمش كل خبطة لازم يرمش في الوضع الطبيعي بصير فيها فانه كل ما اخبط خلاص ببطل لازم يعني يترمش لو صار في تعويد المنطقة هاي مع عدم مريض الباركنسون كل ما اخبط رح يضر لي رمش للأبد كل ما انا بخبط طول ما رح يرمش فهاي كمنطقة مائلها فايدة يعني كبيرة بس في جلابيلة الرفليكس ان شاء الله اللي ما تصيروا بهانيكا بتعرفوه طيح النازون حكينا the point of meeting of fronto nasal and enter nasal sutures هاي منطقة التقاء sutures اللي فرونتو نازل والانتر نازل تمام نازل سبتم بين 2 nasal cavities يعني عندي بفصل لي الفتح اليمين او الجهة اليمين من الانف يعني الجهلش من الانف عشان ما افتحوش عنواء أوكي inferior nasal conquer ازا separate bone يعني هاي اللي حكينا زي رف عمله تحت في التجويف العنف داخله ازاي قام اخيرا نحدزه هون fear nasal conquer والنزون اللي حكينا عنهم الزيغوماتيكو facial foramen حكينا الزيغوماتيك bone فيها foramen او اسمه الزيغوماتيكو facial close to the inferior lateral angle of the orbit transmits الزيغوماتيكو facial layer of anvisa لان موضوع الدسميات واسيط لانه خلص من اسم الفرن نحارف اسم الفرن فوين جاي close to the inferior lateral angle of the orbit the inferior lateral angle of the orbit طيب الوربت اللي هو محجر العين محجر العين خلص نرجع نشوفه اوكي نجي نحكي عن الماكزيلا الماكزيلا فيها A B C D 4 structures infra orbital foramen من اسمها infra orbital nerve vessels اوكي canon eminence الكن اللي هو الناب a projection produced by the root of canon north projection يعني نتو او اشي طاهر هيكة زي طالع بارز canon fossa shallow depression depression يعني نازل ax projection projection عكسها shallow depression lateral to the canon eminence يعني وين ال canon eminence موجود هي جاي lateral في له incisor fossa اللي هو حكينا القاطة اللي موجود له السنة العمامية shallow depression medial to the canon eminence اذا بال incisor نحكي depression موجود medial canon eminence canon fossa depression موجود lateral ال canon eminence season high نقطة مهمة عشان نميز انه واحدة medial من واحدة طيب نيجي الى ثالث جزء من السكل اللي هو normal occipitalis ايش النورما occipitalis اللي هي occipital bone او الجزء الخلفي من البون او الجزء الخلفي من السكل لما انا نجي اطلع عليه من وراء كاني بطلع واحد قاعد قدامي في المحاضرة بشوف الجزء الخلفي من راسه هذا هو طيب نجي اطلع هون لعنا اول شي ال external occipital protuberance مدا في external اكيد في internal مدا في superior مدا في inferior اكيد وهكذا زي نتوق او اشي بارز او بروز تمام اوكي هاد المنطقة انا لما اجي احط ايدي على راسي من ورا وانزل فيها انزل فيها لتحت بعد انا فيه اعلى منطقة اوكي بال occipital bone ثم بنزل هيك تحت شوي فيه نتوق اوكي هيك بحسوا بادي زي نتوق عظمي طالع هيك وتحت هي فيه زي دي بريشن هيك هاد النتوق المنطقة اسم النتوق بالنطقة اوكي اذا هذا الكاملة ضبط في نتوق ما spoke وعندنا نيوكل نيوكل يعني من الرأبة أو الأفة أو الظهر الجزء الخلفي عشان هيك بسميه نيوكل سوبرير معناته في انفيرير عنا كمان اكستيرنال 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 كريست كريست يعني زي عظمة طالعة بهذا الشكل إلها بروز بس مجزل بروتوبرانس بروتوبرانس كثير ضاهراء ما هذا لا هذا بين واقصة ما بين الاكستيرنال اكستيرنال اكستيرنال لتحت تحت واععه اشعندي اكبر فتحة في السكول اسمها الفورامن ماجنم ايش الفورامن ماجنم هات بيتمشيلي؟ تمشيلي سباينال كورت اذا هى الفورامن ماجنم اللي بمرأ منه سباينال كورت عشان يوصل معلومات لدماغ لفورم اوكي عنا هاي الأكستيرنال وعنا هدول التوباريتر بونز وعنا هاي اللامده اللي حكيانا عنها اللي بتكون اسلم قصيرو فونتانيل في الأطفال أول ما ينولدو عنا هون كمان شغلة مهمة الماستويد بروسس الماستويد بروسس تاعت التمبرال بون ماستويد يعني شكله حلمي زي الحلم جاي سنقسم الماستويد بروسس هو جاي جزء من التمبرال بون وهو بيرتبط فيه أربع عضلات مهم جدا طيب ميديا اللي لائلو هون في عنا إشي إشي اسمه الدايقاستريك نوتش هلأ وحن نحكي عنهم جزئين منه هي واحد يمين وهي واحد وإش الماستويد بورت هذا أنا لما آجي على داني عند حلم الداني آجي وراها على طول لحسك في وروز عضمي هذا الوروز العضمي إشي اسمه الماستويد بروسس وحكينا الدايقاستريك نوتش ميديا اللي لائلو طبعا مش رحي حسه طبعا دايقاستريك نوتش رابط فيها أقدر من اسمها دايقاستريك نوتش فدايقاستريك مصل هاي هي هاي المنطقة هون أكتر جزء ملموش ومحشوش ومشوش هاي هاي الأبر بورت اللي فوق هاد الجزء العلوي هاي نمسح هون هاد الجزء العلوي هون بعطيني إيش الأورجين تاني التربيزيس مسل التربيزيس مسل اللي هي جاي من ورد اللي بيتبعين بكون عند لعبين كمان عسل تخلي كدفه مبين كأنه كبير أو واصل نرأبته أوكي هاي هي التربيزيس ونرجع سوبرير نيوكل لائن نحن قلنا جزء العلوي من الأكسيرن الوكسيبتال كفيرون ايش بعطيني تربيزيز مسل طيب والميدال بارت هاد حكينا هو ها الي هون عالفاب اشير عليه هاد كلو حكينا ايش هو سوبرير نيوكل لائن الجزء الميدال يعني الثلث الميدال برضو بشارك انو يعطيني جزء التربيزيز هاي الجزء اللاتيرال الي هون هاد además أنا عندي انسيرشن تولترانف 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 blas basement هي العطلة اللي جاي يمتد cidal mest Corpus هدا الأجزاء ال origin تعها esternoclido mest sternoclavicular practitioner هذا التطور لبلغة تطريبه إبناء من المجموعة يوجد هنا إذاً، حكينا أنه بطلع من المدل وفي الأمسكس أوكسيبتالي كريست وين الأمسكس أوكسيبتالي كريست؟ كما احنا نتفعين هذه هي من المدل يعني من النصه هي النصه بطلع من هون إلى الأمسكس أوكسيبتالي كريست إذا وين بوصل يعني موازي وموازي لل يعني إيش موازي للسوبرونيوكل لين يعني أنا عنديها السوبرونيوكل لين بيطلع هو من نص الأكسير للأكسيفتري كريست ويمشي موازي وأسفل لأنه إنفيرير للسوبرونيوكل لين نرجع هون مش محطوط هون الهيست نيوكل لين بس هو زي ما نحكي في الوصف الديفايند لاين يعني هو خط مش واضح بيعملي بيعملي قوس قوس لهاي الجهة واحد سنتيميتر أبورد سوبرونيوكل لين هاي سوبرونيوكل لين خلينا مسلحات الحكي هاي سوبرونيوكل لين حكينا الديفايند بوردر أجسينغ أبورد أبورد هاي هو أوكي واحد سنتيميتر فو سوبرونيوكل لين خلينا نعمل زوم هايو سوبرونيوكل لين هاي أبورد أبورد موجود برضو على هذا الصيد هيك إذا حكينا إذا هاد هو اللاترال بارتاع وبعطيني أرجن لعضة الموصلة أوكي طيب حكينا النورمو أكسيبيتاليس هي البوستيرر الاسبكت أبورد أوكي بون تفورميج سكوينس بارت أوكسيبيتال بون أوكسيبيتال بون أوكسيبيتال بون في منها كذابارت فيه نحن أهم اشياء كلمة اسكوينس جزء السكوينس فارت 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 مستويت part فارت يا يجب ما حكيانا اوكي هلا كمان راح نحكيانا حكيانا نحكي اول اشي عن external occipital protuberance هو median هايك الموهمة حكيانا من الفاصل الماضي median اشي و medial اشي median يعني في خط المنتصف elevation on the lower part of the occipital bone most prominent point of the protuberance is called union الانيون من external occipital protuberance اسمه يعني بقولي ان احنا نعتبره النقطة في external occipital protuberance لانا بقدم المسه في اصبع وهي اكتر اشي بهارس فيه اوكي ال upper part بعطيني ال original trapezius muscle upper part تاع شو تاع occipital protuberance اسمه ومهم نعرف هاي الاشي اي اشي عليه للاصفر هاده مهم جدا اوكي external occipital crest occipital crest external occipital protuberance to posterior border of foramen magnum يعني الى هاي ال foramen magnum هو جال posterior border border sorry اللي هو الجزء الخلفي اللي هو الجزء امامي لل foramen magnum طيب superior nucle line حكينا زيما في superior في inferior align وخط connecting external occipital protuberance بيوصل external occipital او نتوء occipital external occipital protuberance مع الماستويد process طيب اه البروني انكل line ان الجزء medial medial third بعطي origin الترابيزيس موسيل اللاترال فيرد التلت اللاترال بعطيني انسيرشن للستيرنوكليدوميستويد موسيل لين أوكي يعني العضلة هاي لم يجي تطلع عليها بالتشرح أصلا نشوف أغلبها في الأمام انسيرشن تاعها تجاي وراء أوكي انفيرير نيوكال لين منوبيج من المدل من المدل اكستيرنو الأكسيبتالي كريست والأحوال الناس يعني هاي الكلام فيه ممكن يكون نزنه شوي هيك اللي واحد بحسوك انه قيل بس هلا راح نفهم بالظبط إيش نجعل هايست نيوكال لين عن الديفايند لين ليش الديفايند؟ ايش يعني الديفايند؟ يعني مش واضح هو خط مش واضح ملوش ملامح arching upwards and lateral arching يعني بيجي بعملي زي قوس بقوس لفوء ولا للاترال لفوء هاي هذا الشيك والاترالي 1 سنتيميتر above the superior nucleus line on each side طيب طيب its lateral part gives origin to the occipital belly of the occipital frontalis muscle اللاترال part تعه خلينا نرى شو هي occipital belly with the occipital frontalis muscle occipital frontalis من اسمها occipital وfrontalis يعني عضلتين ماشي مع بعض ف occipital belly يعني جزء العضل الأوكسبتل منه من المهم تطلع الأرجل تعه من the highest nucleus line اللي حكينا عنه هلا طيب إذا ضلع لنا هلا إيش lateral surface و lower surface lower surface lower surface اسمه NORMAL ريزالس والlateral surface هل راح نحكي عنه اللي اسمه NORMAL lateralis lower ايش مرتلط فيها شايفين هاي الصورة هي NORMAL lateralis انا بتطلع على واحد اعج جنبي من الجنب اوكي زي ما احنا شايفين فيه structure's كتير مهمة وفيك يحكي فيه كتير مهمة عشان هيك من intel هلا لنبجو الى نقطة اللي حكي فيه Spural temporal line زي ما احنا شايفين احنا عنا هون هاي الفصة كاملة زي ما احنا شايفين هيك احنا عمل دائما هيك هاي هي كامل الفصة اوكي سخينا نمحيها ونرجع نرسمها بطريقة احسن اوكي وحكينا فيه superior temporal line inferior temporal line ايش ال superior temporal line احنا شايفين هاي مش واضح كتير هذا superior temporal line وهي عنا inferior temporal line هاي اول كلمة ترجمناها على الصورة اذا هون على superior head epicraine aponeuroses وال temporal fascia على هاي المنطقة و المسل اذا المسل قوية اللي فوق مرتبة شو حكينا fascia و aponeuroses اللي احنا نحكي عنه بعدين بس aponeuroses و الفاشية يعني اشياء مش زي المسل المسل طبعا اوه بطير هات شو معنى؟ معنى انه inferior temporal line اوه بكتير من superior temporal line يعني مثالة inferior temporal line اكتر من superior عشان هيك مرتبة فيه المسل نرجع على رسمه هون نمسح ل spont mình طيب هاد هو والarial arch Auch يعني جي صرفين نحكي اوكi temporal arch عرفان لياش الزائجوماتيك arch إسموه لأنه وتكون من الزائجوماتيك هدول العظمتين هون تراه ت شايفي الى التقاب بينهم كأني انا جيد سلمت على واحد ايدي اليمين بتكمل ايده اليمين فبيعملوه مع بعض مصافحه وبرططه في بعض وشدوه اعلى لما انا اجي اسلم عليه انا عندي الجزء الي بكمل يده فالجزء الي عندي انا ايد اليمين نعتبر ها الوعي وايد صاحبي اليمين نعتبرها الزون فني في إيد اليمين عندي الجزء PlS زيغوماتك وهو في إيدوا اليمين الجزء اللي بكمل التيمبرال اللي هو أنا فأن الجزء اللي عندي الي بكمله اللي بسميه على إسمه والجزء اللي عندي فأنا التيمبرال بون إيش عندها الزيغوماتك بروسيس اسم scatter بالبون والزيغوماتك پون عندها التيمبرال بروسيس سميها المفترض هاي هاي의 فسلهو من جوه هنا بطلع لي من هو من جوه تقريبا أو من تحت هادهو إذن إيش كان تعريفو continuation of the posterior end of the posterior process of the temporal bone هاي temporal bone زي ما حقينا نمسح لأصلناه هون أول إذن سمحكي continuation of the posterior end of the posterior end of the zygomatic process of the temporal bone إيش ال posterior end هاي posterior end وهي إذن هي تكملتها أوكي لوين لوين تكملتها above the mastoid process هاي المastoid process هاذا إحنا نبقى إذن تكملتها above the mastoid process لوين لعند a superior temporal line وعند a superior temporal line هادهو a superior temporal line إذن هاي المنطقة هاي اسمها a supra mastoid crest اللي هي ابتيجي نهاية أو ال continuation تكملت الزيجوماتيك process of the temporal bone above above المastoid process أوكي لوين لل superior temporal line كل بساطة إذن هو فراغ وموجود فوق الزيجوماتيك arch إذن هاي عندنا الزيجوماتيك هادهو الفراغ الموجود فوقه إذن هادهو المنطقة كاملة لحد وين superior temporal line لحد هاي إذن كل إشي تحدى superior temporal line عباذ الزيجوماتيك arch هادهو التمبرال فصة إيش العضلة بتطلع منها من اسمها التمبرال فصة تطلع منها التمبراليس مثلا طيب عندك الانفرا temporal فصة below الزيجوماتيك arch هاي الزيجوماتيك عندك تحتي في انفرا temporal فصة أوكي مش واضحه هون كثير لأنه نتطلع فيه من الجهة الثانية عنا الماستويدي بروسيس اللي حكينا عنها قبل شوي ماستويدي يعني بروسيس بتقدر تحسها سابكو تانيسلي إذن عنا هاد هو الستايلويد بروسيس إذن ثن إنه رفيع طويل ونتوء وين موجود ميديا الميتس يعني القناة السمعية الخارجية ها هي هي وين موجودة في التمبرال بون موجودة في التمبرال بون طيب طيب وين الروت البوستيرو الروت اللي حكينا عنها هاد هو تحتية على طول ها هي الأكاستيك أكاستيك ميتس أو أكاستيك طيب عند عشان نشوف الظبط بان هو نمسح هاي الشغلات أول طيب إذن هو سوبرا تريانجولر منطقة مثلثة أبوب أعلى وخلف الأكستيرنال وديتين ميتس هاد هو هاي أعلى وهي الخلف هاي تريانجولر إليه تقريبا هاي مهمة جدا المنطقة ليش عشان بتساعد في الدخول خلال العمليات عند التمبرال فصة بتتكوى مش من التمبرال بون ولا من السفينويد بون لأنه التمبرال بون مكملة لجوة وميديا لي والسفينويد بون الجزء الأكبر منها موجود من تحت لجوة فعشان هيك الجزء هادة اللي عندي greater wing of the sphenoid اسمه وهذا squamous part of the temporal bone عشان هيك لازم نكون دقيقين في وإحنا بنحكي إنه هاي لو أنا حكيت بس temporal bone أو بس sphenoid bone اللي سوت الكلام اللي هون ونروح نترجم على الصور في عنا إشي أول إشي اسمه temporal loin طيب نرجع على الصور عشان نشوف ها خلينا قبل ما نرجع الصور نشوف إنه فيه superior temporal line بتقسم و inferior temporal line تمام طيب وكل واحد إله أهمية عشان كل واحد برطلط فيه إشي سخين شوفوا إشي على الصورة تمام السوبرور temporal line إيش برطلط فيها الأبيكرانيال أبونيروسيز والتمبرال فاشية تمبرال أوكي نحكي على الزيغوماتيك أرش وهذا structure جدا مهم وراح يكون فيه هلا كتير شغلات It is a bone bridge يعني جسر من العضل من العضل ch inspiration من جسر وخصوص الطريا وخصوص الطريا وهي نقطة كتير مهمة إنو نعرف إشي يعني زيغوماتيك بروسسط في اللغام وخصوص الطريا وخصوص الطريا بارسة أو الزيغوماتيك بروسسط إنو بتكون أول إشي من الزيغوماتيك بروسسط تاعة التمبورال بون شو المنطق يعني هيك المدوصل في شوية صوبة الزيجوماتيك بروسس الزيجوماتيك بروسس الزيجوماتيك بون عفون هاي التمبورال بروسس الزيجوماتيك بون يعني خالي نحكي عني هون مصافحة طيب الزيجوماتيك بوردر and inner surface give origin to the masseter muscle المسيطة المسل اللي هي عضلة المضغ اللي موجودة على الفك اللي بحس فيها وانا بومضغ ومراتا وانا بومضغ كتير بتحس انو الواحد بحس تاعب تصنفيها فتيق فاحنا حكين انو الزيجوماتيك بوردر تاعة الزيجوماتيك الزيجوماتيك بروسس الزيجوماتيك بروسس طيب عنا السوبرمايستويد كريست شو هي continuation of the posterior end of the zygomatic process of the temporal bones above the mastoid process to the superior temporal line يعني كلام متداخل وشوي في زنخ خير نرجع نشوفه ونفسره طيب طيب نيجع على temporal بحس هو فراغ أبو زيجوماتيك أبو زيجوماتيك بحس طيب في عندي اشي كما اسمه styloid process اذا اش هو thin long projection anterior medial للمستويد process للمستويد process طيب عنا external or acoustic ايش وصفها جاي just below the posterior of the zygomatic process of the temporal bone الطاقة كما اسمه suprometal triangle هو triangular area يعني منطق هذا الشكل المثلث above and behind external olytromitus نيجع فرا ورا ورا فصة انا بقى غمط بكون بحكي لاني بدي اجا عمل عمليات هاي suprometal triangle it forms lateral wall of the mastoid tympanic entram الماستويد هو tympanic entram هي بتعمل لي lateral process term طيب ايش فايدته اني بقدر عمل دريل هون او بفتح لي فتحة من هاي المنطقة عشان ادخل على middle cranial الفصة اذا middle cranial الفصة بدخلها من هين عن طريق suprometal triangle طيب الماستويد process عنا inner surface اللي فيه diagastric notch بأعطي origin لل posterior belly of diagastric muscle diagastric notch يعني diagastric muscle هاذا وين موجودة على inner surface الماستويد طيب diagastric muscle فيه زيما فيه posterior belly انتيرو belly انتيرو belly بتطلع من مكان ثاني عندي posterior belly بتطلع من inner surface والdigastric notch اللي موجودة في inner surface diagastric muscle outer surface بعطي insert 3 عضلات اذا عندي process عندي من بره بعطين 3 عضلات ومن جوة عضلة واحدة من جوة من بره ماهو بعطيني sternocleidomastoid muscle مش حكين sternocleidomastoid عبدالشوف يتكون من 3 أجزاء sternocleidomastoid من كلاب كله الماستويد من الماستويد حسنا هذا 1 أجزاء sternocleidomastoid muscle splenius capitis muscle longissimus capitis muscle طيب يعني من بره بعطيني من 2 capitis muscle 1 splenius 1 lungissimus 1 lungissimus ومن ايش بكام بعطيني sternocleidomastoid من جوة من diagastric muscle بعطيني posterior belly of diagastric muscle اوكي نيجا ال styloid process اللي هو حكي لنا thin lung process موجود medial لل styloid process وهذا الحكي في المحضات القدم ان شاء الله رح تتكلم عن عضلات وشاراتها بتوصيل اكدر بعطي اقتت مثل اثنين ligament وثلاثة مصر اثنين لقيمتلي هي اربطة طيب ايش ال ligament اللي عندي styloid styloid process طالع هذا ال origin ال insertion حسب المكارة styloid process يعني بنته في المانديبل يعني الربطة styloid process في المانديبل باسمه styloid 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 ligament styloid ligament في هايويد bone ورا المانديبل جاي تقريبا او تحتها بشوي هاي الهيويد bone بطلع من styloid للهيويد ligament اربطها في بعض بعدين عضلات styloid 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 muscle ligament ومسل للهيويد bone styloglossus muscle stylofaryngeus muscle glossus للجلسس 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 يعني لسان من styloid للجلسس و stylofaryngeus للفارنس اللي هو البلعوم ضبط لا لازم طيب من يجي جو مهم اسمه التيريون التيريون هو عظمة العظمة هاي بتتكون منطقة خلالي منحكي مش عظمة تتكون من تجمع اربع عظام مع بعض تمام الاربع عظام هدول لما ينقضبطو مع بعض ايش بيعنيوه H-shaped suture طيب ايش هم العظام هدول الfrontal bone هاي الfrontal bone والparital bone تمام وال squamous bone وال squamous part of the temporal bone وال the greater wing of sphenoid تمام وخلالي نرجع من نقطة مهمة كمان مدام احنا صنعوا حكيين هون يكون دقيق بكلامي وحتى عادة ما اجا اوصف التيريون لازم احكي from squamous part of the temporal bone وال the greater wing of the sphenoid bone تمام هادا معلومة انه في وقت الولادة ال sphenoid اسمها التيريون هاي اسمها sphenoid sphenoid fontanel بعمل بصاله الثالث شهور الثالث شهور هاد برضو ايش للطب الشرعي اعرف الاستفاكيشن امتال انه في اعظام عندنا في جسم البنياء ادم بصير الاستفاكيشن بسن كثير كبير فبادر احدد عمر العظم من طريقة هاي الاستفاكيشن طيب التيريون فحكينا انه هاي edge shaped suture هاي هون واحد وهون خط وهون خط هون خط تمام فهاي منطقة التقاء الاربع اعظام في بعض اسمها التيريون بالاعظام الباقي surface anatomy طيب حكينا السنتر منطقة التيريون منطقة ال 80 باقتصر واحد ونص انش باقتصر incluso حسنا الاستفاكيشن هاي الزيغوماتيك حسنا واحد ونص انش واحد ونص انش حسنا او واحد ونص انش بارس حسنا الزيغوماتيك سويتشر أين الزيغوماتيك بوون هاي فونت الزيغوماتيك سويتشر المفروض هو ها تكون اوكي The center is related internally to the anterior branch of the middle of the artery هاد اشي مهم surgically او انا في التطبيق العملي ليش هال المعلومة مهمة؟ لانه السنتر تاع الثيريون اوكي ليش هال المعلومة مهمة? surgically لانه السنتر تاع الثيريون او نقطة المنتصف تاع الثيريون هي المكان اللي بدخل منه على anterior branch of the middle of the artery او انا عندي مشكلة rupture of the middle of the artery او aneurysm ومش اعرف ايش ايش كان فيه بدي ادخل على هاي الممطقة تاع the middle of the artery هاد احسن مكان ادخل منه اوكي عيننا كمان part اسمه الاستيريون الاستيريون بتكون من ثلاثة عضمات خلاه ثلاثة 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 fterال مع Parytil жест هاي النقطة هن هاي النقطة هن هاي النقطة ال الثلاثة مع بعض طيب وقت الولادة المسترويد فونتانيل بصير لها اصفكيشن برضو على الثلاثة الشهور زي هزي مين زي هزي السفينويد الفونتانيل اوكي انترنري شو مفايدتها هاي سيرجيكلي للهايست بوينت في ترانسفيرس سينيس يعني ترانسفيرس سينيس هاي اعلى نقطة فيها اعلى نبدأ تخلي ترانسفيرس سينيس هاي اعلى نقطة في ترانسفيرس سينيس طيب نيجو هان هلا قربنا نخلص خلاص نحكي هون عنا الانفيرير اوربيتال فشر طيب وعنا البي هون سايلند تريغو مكزيلري فشر is a door of تريغو بلاتاين فصة طيب تريغو مكزيلري فشر هاي هي هون هاي هي بوابة التريغو بلاتاين فصة عنا انفرا تيمبورل فصة كيف هاي باشوفها بدي اشيل الزيغوماتيك ارش والماندبل الماندبل اللي هو كان هون تكملته والزيغوماتيك ارش اللي احنا حكينا هاد هو مكانه هيك بكم ممتد فبدي اشيل الزيغوماتيك ارش والزيغوماتيك ارش والزيغوماتيك ارش والماندبل عشان اقد اشوف الانفرا تيمبورل فصة عنا تريغو بلاتاين فصة ميديل تريغو مكزيلري فشر وين تريغو مكزيلري فشر هاي ها اذا ميديل لالها يعني الى جوه من هاي الناحية ميديل للتريغو مكزيلري فشر عند بهايند الأوربت هاي الأوربت عنا الأيبكس تاعه نهايته ورا الأيبكس هاي بهايند الأيبكس طب نعتبر الأيبكس خلص هون من جوه وهي ميديل اله وبيهايند ده أبيكس يعني هاي ورا الأيبكس تاع الأوربت وميديل للتريغو مكزيلري فشر تمام وعنه هون الامفرا تيمبورل سيرفس of greater wing of sphenoid هاي هاي وعنه الاترال تريغو دي بلايت of sphenoid bone هاي هاي طب كمينيكيشنز of infratemporal fossa it communicates with temporal fossa اكيد ما temporal fossa راح تكون في الا communication عن طريق gap deep to the zygomatic arch هاي zygomatic arch هاي zygomatic arch كان هون في gap deep zygomatic arch هون في gap فراغ فهذا الفراغ هو بيعملي رابط ما بين الامفرا بتربطلي او خلفي communication من الامفرا temporal fossa temporal fossa الorbit عن طريق inferior orbital fischer اللي هي هاي اوكي والتريغو بالاتين فصة عن طريق تريغو مجزيلة ريفيشر تريغو مجزيلة ريفيشر اللي هلا حكينا عنه هون اوكي والميدل كريني الفصة through the foromal ovale and foromal spinosum فيه foromens موجودة مش مبينة هون في الاسكل اسمه foromal ovale and foromal spinosum بتخليه هدا يرتبط مع الميدل الكريني الفصة نحكي عن normal هذا شغل أسنائنا بشكل عام عنا هون الفلاراتش اللي حكينا عنه incisive فصة هاي هون فصة عنا هون اهم اشي اهم اشي بدنا اياه الماكزيلاري تيبروستي نيتش ورا ورا عند اخر طحوني فيهون تيبروستي هيك او نتو او بروز تمام اسم الماكزيلار تيبروستي هدا بعطيني origin للشغول السوبرفيشيال head of medial telecoid muscle medial telecoid muscle لها اكتر من head او اكتر من مكان او اكتر من origin واحد من origin بتطلع من الماكزيلاري تيبروستي اللي هو عنو origin فيهم السوبرفيشيال head of medial telecoid muscle طح عنا هون posterior nasal spine origin to the musculos yuvula اليوفيول اللي هو اللي ما افتح الحل واعمل اطلع فيه زي اللي هي نازل اطلع من هذه هي اليوفيلا posterior nasal spine اللي هي بتعطيه musculos yuvula والعضلة اللي بتحخلي اليوفيلا تطلع وتنزل واليوفيلا مهمة جدا هاي العضلة اللي فيها اللي فتطلع وتنزل طيب اللاترل عنده lateral and medial surface هذا lateral surface وهذا medial surface والmedial عنده medial surface و lateral surface فعندي lateral of the lateral و medial of the lateral و medial of the medial و lateral of the medial حدوله مهمين جدا عشان هاي هي اللي حكينا اللي ورا ها هي انساسة فصة المولر socket او الحفرة بتاعت المولر اخر واحدة مولر socket هاي اللاست مولر socket و medial لالها هاي اللي قريتر باراتين فصصطر والليسر باراتين فصصطر ورا اللي قريتر هاي ها هون هون واحدة وهون واحدة ايش مطرات الجاين اعرف الارتباطات تاعتهم احكي هون سيقيا anterior part of the normal by salis ال alveolar arch اللي هو السوكتس أو القاعدة تاعت السبتاشر سنة اللي فوق الماكزيلاري تيبروسيتي برا اخر طحونة بوستيرل عند او الوارج أرجن تو سوبرفيشل هيد او ميتل تريكويد مسل حكينا عنا كمان بوستيرل فري بوردر او هارد بلد بلدان ابوني روزيز او سورت وهذا كلام يعني مش بادات اهمية كبيرة هنا هدا كلام اغلب للأسنان بس لازم نعرفه انا البوستيرل نيزل سباين المسكولوس يوفيولا اللي حكينا عنها انسيسل فوسا وورا الانسيزورز الانسيزور هم القواطة الامامية ايش بمرؤ منها؟ مهم هون نعرف انه بمرؤ منها الشغلتين اه اور بماء وتنقصين اغلب لينا انسيزة ميجزور ويهون او الانسيزور ووواإين الشغلتين الانسيزور اغلب فين الانسيزور واي ممتين الانسيزور تمشينا الانسيزور وظهر الجزء لشر بلاتاين نيرب عن الفيصل وهنا نتقري مهمتها الليشر الليشر بمرобيه الليشر بمروه لاتاين نيرب عن الفيصل مايذا المهم عرفه النيربات كان بمروه و اليك نكون خلاصي محاضرة اليوم بطمئن انا شرحيكم مفيد و ان شاء الله راح نعمل كم يعني نحدد يوم في الاسبوع نستقبل في الاس عن هاي المحاضرة شو ما كانت في نفتح مثلا 3 ا4 ساعات استقبل في الاسر راح ننتفع فيها في ما بيننا ان شاء الله ولوحد عنده يستفصى رويش ويعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته